مع بوادر السنة الجديدة باشموهندس سهانسي عارف أنه ده التوجه من الرئيس نفسه ومن الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحن نبدأ نهتم ونركز زي ما قلنا في الإنترو على التعليم الفني والتقني وإنتوا بصراحة قمتوا بمبادرة المسابقة دي عايزاك تتكلميني مبدئيا عن فكرة المسابقة والفكرة جات لكم إزاي أول حاجة برحب بيكي أستاذ علاء تاني حاجة عايزا أتكلم عن الفكرة المسابقة فكرة المسابقة بدأها فكرة عمتا المنتدى كان فيه حاجة اسمها منتدى قبل المسابقة ابتدها دكتور عصام عزة البوكلة العميدة عندنا في المجمع الحقيقة من سنة 2015 قال لازم نغير النظر المجتمعية للتعليم الفني الأكاديمية فيها معهد للدراسات التقنية والمهنية والأكاديمية مجالتها كتير في الهندسة وفي البحري وفي كذا مجال بس كان 2005 تم إنشاء معهد الدراسات التقنية والمهنية وفي عهد دكتور عصام البوكلة ودكتور أحمد شعي مدير المعهد قرروا أنهم يبتدوا من مكان ما انتهى بالمطاف فلقوا أن أحسن مكان بيدرس تعليم فني ومهني إنجلترا وألمانيا طبعا ألمانيا كان صعب التعامل معها عشان اللغة فتوجهنا لإنجلترا فدكتور دكتور قاموا مشكورين فإن إحنا أخذنا اعتماد هيئة بيرسن طبعا أنت عارفها هيئة بيرسن اللي بتعمل كتب الـ IDU وحاجات كتير اعتماد هيئة بيرسن أكبر هيئة معتمدة للدراسات التقنية والمهنية أخذناها الاعتماد عندنا في المعهد الدراسات التقنية والمهنية في الأكاديمية وبقى هنا ندي شهادة H&D Higher National Diploma يعني تعادل شهادات الانترناشنال بالضبط لأنك أنت حتى في الخليج هتلاقي في الإمارات وكده لما بيجوا يطلبوا تعليم فني بيطلبوا Higher National Diploma Holders دول بياخدوا أكبر مرتبات وللأسف ما فيش منهم مصريين بيبقوا غالبا من الهند ومن باكستان ومن الدول الأخرى فبقى عندنا المجمع داخل في ذراعه التعليمي المعهد بيدي الشهادة دي بقيت موجودة عندنا بقى لها كم سنة هي من 2005 بس شهادة بيرسيند غالبا من أواخر سنة 2014 و2013 2014 2015 بحيث أن نغير النظر المجتمعي أنت عارفة عندنا مشكلة في مصر يقولك آه دي شهادة من بره وبدأين الشهادة معتمدة من 110 دول حول العالم يقدر يكمل فيها هندسها بعدما يخلصها ممكن بس دي مش رسالتنا قوي يقدر يشتغل فيها في 110 دولة ومرتباته تضاهي مرتبات المهندسين الموودين يعني إحنا لقينا في إنجلترا كانوا محطين فيديو أن السباك بيقبض في السنة دخله 150 ألف سترليني أكتر من الدكتور عندهم يعني أنت ممكن ما تروحيش لمهندس ما تروحيش لمحامي طول عمرك بس مش هتستغني عن الفني أو المهني السباك أو النجار أو الحرفي فبدأنا من هنا من سنة 2015 دكتور عصام عيزة البوك قرر العميد أنه هو يعمل منتدى ما قلناش هيبقى مؤتمر قلننا منتدى وطبعا كان دعم دكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية مالوش حدود في الموضوع ده وحتى إدانا دعم من الأكاديمية من غير من جيب سبونسرز ولا حاجة عشان السلوجن بتاعه أن احنا نغير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وكان أول سنة 2015 بحضور دكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني ساعتها كان فيه وزارة اسمها تعليم الفني وكنا فرحانين جدا من الموضوع ده طبعا هي تلغت وتضمت دلوقتي وزارة التربية والتعليم اسمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني ده من الحاجات اللي أنشأت مشكلة في التعليم الفني هنتكلم عليها لو عايزة بعدين بس تاني سنة برضو عملنا المنتدى عملناه برعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطر ما هو مهتم بالموضوع هو مهتم فعلا جدا جدا وليد تواجه خاص وخصوصا السنين دي جمال السنة دي سنة التعليم والتعليم والتطوير والتطوير فعلا ودكتور طرق الشوئي قال دي سنة التعليم وسيادة الرئيس قال دي سنة التعليم والتعليم احنا منتكلم 60% من التعليم تعليم فني الباقي تعليم عام عارفة كمان يا بشمهندسة فعلا سيما أنت يقولتي الفنيين عندنا مثلا استباك والنجار وكذا مع أنهم يعني عندهم على مستوى مهاري عالي جدا بس رغم كده هم المعلمين نفسهم بتلاقي الولد اتعلم من أبوه اتعلم من عمه من خاله فطبعا لو فيه أماكن لتعليمهم على الأصول أكتبا لخيالي بيرسن عندها الموضوع دي عندها منهج للسباكة منهج للنجارة عندها مناهج للقصة دي احنا قريدي في المعهد عندنا بس في الميكاترونيكس والإلكترونيكس والميكانيكا ولسه هنجيب بقية المهن أكمل حديث بس أنه بعد 2017 كانت برعاية الرئيس قررنا بقى مبقاش مكلمة عم نعودش نتكلم وخلاص قررنا نتخ أيوة المسابقة قبل بقى أعرف منك معلومات عن المسابقة خليني أروح لخالد